شاب سوري فلسطيني يبلغ من العمر 21 عام واحد كلم أخته في الخبر دي ممكن تناولناه في بعض نشراتنا في الأسابيع السابقة السجن ثلاث سنوات ونصف لفلسطيني سوري طعن عراقي بفيينة وعندنا خبر برضو في السياق نفسه السجن 13 عام لطالب لجوء جزاري اغتصب سيدة تبلغ من العمر 92 عام في دار للمسنين بفيينة يمكن لما نتكلم عن الحالات اللي زي دي أو بنتناول بعض الجرائم اللي زي دي وبنطالب مرارا وتكرارا يا جماعة الخير الرجاء الاندماج في المجتمع النمساوي والابتعاد عن الجريمة رأي حضرتك في الحكمين وماذا يمكن أن تنصح يعني احنا لسنا يعني بحالة الناصحة حتى ما يقولنا حدا قاعد عم يتفلسفه على الناس نحن نحاول أن نقرأ القبر نقرأ ما وراء الخبر نقرأ أبعاد الخبر واحد لأنه كلم أخته السجن ثلاث سنوات ونصف لفلسطيني سوري طعن عراقي بعنقه بفيينة طبعا نحن حتى نكون دقيقين نحن إجتنا تفاصيل تفاصيل ما حدث من الأطراف نفسها يعني إحنا الأطراف المعنيين تواصلوا مع إنفوغرات والنمسا ميديا وكل واحد قدم شهادته بشكل مختلف أو بشكل منفصل عن الآخر عفوا فبالتالي الخبر أنه المحكمة حكمت بسجن ثلاث سنوات ونصف طبعا الحكم غير نهائي مازال ممكن الإدعاء يريد الاستئناف تمام يريد الاستئناف كانت البنت وكانت العراقي على ما يبدو بدورها للغة الإنجليزية للغة الإنجليزية ليس الألمانية نعم وبنفس الوقت تواجد أخو البنت بنفس المكان على ما يبدو كان عنده شيء آخر هو يعني أكبر منه يعني أكبر منه بمنيحة أعتقد 21 سنة والولد 16 16 سنة فهناك يعني للشباب اليافعين وهناك يعني لفوق العشرين على ما يبدو أو لفوق 18 عفوا فصارت على يبدو كلام ما هذا الشاب فهمه على أنه بيعاكس أخته أو بيكلمه أو بأي شيء يكون يعني فبتالي راح وهاجمه بالعنق أستاذ منذور هاجمه بالسكين ضربه يعني كان بده يقتله يعني كانت هذا بصراحة شروع في قتل شروع بالقتل ولكن المحكمة لحد الآن ما عملته كأنه شروع بالقتل لأنه إذا ستعامل بشروع بالقتل الحكم عشر سنين وطالع وليس ما دون عشر سنين فإنه يعتبروا على أنه شجار طبعا الجاني قال أنه الموضوع على ما يبدو نوع من أنه هو عم بدافع عن شرفه وبيدافع عن نفسه لأنه العراقي حاول يهاجمه ولكن الشهادات الشهادات التي يعني اللي حصلت لا في واحد مصور مصور الموضوع الشاب مدان بشكل كامل اللي خلاصة الموضوع نحن نحكي فيه أنه حالة العنف وحالة الجهل الموجودة بكتير بمجتمعات لابد أن تتوقف لأنه هذا موضوع كلمة شرف هذا كلام فاضي هذا هنا في قانون مع احترامنا للشرف احترامنا للكلام يعني إحنا ما بنلقص من شيء ولكن هنا في قانون لما يكون في قانون وفي شرطة وفي كذا كل شخص ما يعني فيه أجهزة فيه جهاز نظام بالبلد هو حق ليها لو الموضوع تشتكي عليه أما تروح أنت تاخد حقق بهذه الطريقة هاي فوضى هذا مجرم هذا مجرم هذا عمل إرهابي هذا تطرف هذا وراح تعانوا برائبته وراح تعانوا برائبته وين الكلام يعني كويس أن الراجل حاولت المدرسة دون إيقاف ودون جد وجرح خطيرة منها جرح في الرأس أدى إلى تشقق في عظم الجمجمة وجرحين في منطقة البطن والضلوة وجرح أفقي طويل على مستوى الحنجرة يا راجل شو هذا وجرح طعني بين عضلة الرأس والحنجرة شو هذا بدي يدبحوا هذا كاي شو الإجرام هذا هذا مجرم هذا مجرم هذا فكر إجرامي هذا هذا فكر إجرامي قطعا يعني طيب وبالنسبة للشاب الجزائري الجزائري هذا هذا عبارة عن حشرة هذا عبارة عن جرسومة هذا عبارة عن آفة في المجتمع يجب أن يتخلص منها لتعشر سنة اغتصب واحدة يا عمرة نانوت يعني عن جد مين من قدر يتخيل المشهد قدر تتخيل المشهد يعني شو هالتطرف شو هالتطرف شو هالتطرف من أي مزبلة متخرج هذا الجزائري من أي مزبلة بأي مزبلة ربيان هذا بأي مزبلة ربيان بعد ما اعتدى عليها وضاربة وسارعة هو كان اه كان حظه أنه يعني إجرام إجرام يا راجل هذا إجرام هذا هو الفكر الداعشي هذا هو الفكر الداعشي ولكن ليس بعملية إرهابية بهجوم على شخص بريء على سيدة عمره 92 سنة والسيدة تتوفت تتوفت تتشهر وقال لك أنه أنه أصيبت بصدمة حسب الطبيب النفسي وحسب اللي تابعه وضعه وممكن هذا الشيء اللي أدى يعني لإصابة بحالة راب يعني 92 سنة يعني مو بقيلة شي من حياته بتروح بتعمل هالعملية هذا هذا إجرام إجرام لا يجب التهاون به أبدا يجب يجب التصدي إله ما رح نزيد أكتر من هيك طيب